بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 1 بارت تو انترودكشن وبنتكلم على البريف كورس ديسكريبشن بنتكلم هنا اللي احنا هنتعرض ليه في الكورس دوت ان شاء الله نمبر 1 understand the design methods for short and long reinforced concrete columns اللي هي البروسيدورز بتاعة الشورت كولم واللونج كولم والفرق بينهم ان اللونج كولم بيحصل عليه باكلينج لكن الشورت كولم ما بيحصلش عليه باكلينج نمبر 2 know the different types of slabs and the used methods for its design according to the available codes هنا هنشوف انواع مختلفة من البراطات زي الهولو بلوك سلاب والفلات سلاب والبانلد بيمز كل طريقة بنبدأ نمسك البلاطة او السقف او السيستم اللي عندي ونبدأ نعمل analysis under load وبنحدد المومنت وبعد كده الساكاشن وبنرسم حديد التسليح بعد كده studying the design methods for the continuous reinforced concrete beams and frames طبعا هنا البيمز بنتكلم على ال continuous beams ازاي بنعمل الدزاين of reinforced concrete structure ازاي بعد ما تعلمنا الدزاين بالطريقة المانيول ازاي نستخدم الصوفت وير ونبدأ نشوف ازاي بندخل الداتا وبنتعامل مع الصوفت وير علشان نحصل على نتائج reliable او نتائج موصوق فيها الكورس او اتلاين introduction لهو شابتر 1 هنا بنتكلم على ال introduction to reinforced concrete structures بنتكلم على الخرصانة في الحالة ديه على اساس انها مادة كومزت يعني بتتكون من الكونكريت بلاس الستيل فبنتعامل ازاي مع مادة كومزت فلازم نعرف الخواص بتاعة الكونكريت والخواص بتاعة الستيل ونشوف الكمبيتابلتي بتاعة الكونكريت مع الستيل ايه هي المعادلات اللي بنستخدمها في الديزاين بيزدع على الخواص بتاعة الكونكريت او الخواص بتاعة الستيل زي ما بنقول ان احنا بنتكلم على ال structure اللي عندي هنا عندي ده مبنى المبنى ده عبارة عن structure فالstructure دوت ازاي بنتعامل معاه خطوة خطوة سواء كان من ال slabs او ال beams او ال columns chapter 2 design of reinforced concrete short columns اللي هي الاعمدة القصيرة وهنا بنتكلم على العمود لما يبقى الكولم اللي عندي عليه load plus moment لان فيه كيس تانية اللي خدناها في خرصانة مسلحة واحد نتعامل مع العمود لما يبقى عليه فقط concentric load او الحمل اللي عندي موجود في center بتاع الكولم ده مثال على column ولكن الكولم دوت فيه column head هنا اوه ليه علشان شغالينا على سقف السقف ده flat slab design of reinforced concrete long column long column يعني الاعمدة اللي هي بنقول عليها long واول مرحلة هنا انك ازاي بتحدد ان العمود دوت long او short بناء على نسبة النحافة اللي احنا بنسميها slenderness ratio شايفيني الكولم دوت الكولم دوت بيصنف على اساس انه long column وبالتالي لما بنيجي نصممه بنصمم على اساس ان فيه buckling متوقع فيه ازاي بنتعامل في الديزاين علشان نحل المشكلة دي شابتر فور بنتكلم على الديزاين بتاع ال continuous beams لما يبقى عندي بيم فيها multi span وعليها load ازاي بتحسب المومنس بتاعتها بطريقة معينة بتحدد الساكاشن بتبدأ تعمل الديزاين بمعنى انك تحسب الديمينشن وتحسب حديد التسليح يبقى ده اللي احنا اتعرض عليه في ال continuous beams من اللي ازاي تحلها تعمل لها analysis تبدأ تحسب المومنت تبدأ تحسب الديمينشن وبعد كده تحسب حديد التسليح زي ما احنا شايفين في هنا كاميرا الكاميرا دي تعتبر continuous beam تعتبر continuous beam ليه؟ لانها متشالع على اكتر من كولم وفيها اكتر من اسبان ازاي في الحالة دي تحسب عليها load وبعد كده بنجيب المومنت وبعد كده بنحسب حديد التسليح والديمينشن شابتر 5 design of RC frames اللي هي اللي فريمات اللي عندي ازاي اللي فريمات اللي عندي بنعمل لها عملية design however شكل اللي فريم لو هو simple كده too hemaged او كان fixed او عندي multi story فريم ازاي الكلام ده هو تبنتعامل معاه ونبدأ نعمل عملية design للفريم خصوصا اللي احنا بنستخدمها في الهولز او في الصلاة او التغطيات ده مثال برضو انا على مباني بيستخدم فيها multi story frames مبنى عالي اوقت ففيه حاجة شبه كده اللي هي multi story frames طيب طيب ده ده الكلامز اللي احنا بنستخدمها احيانا في الفريمز وفي الحالة ديات ممكن العمود اللي عندي يبقى composite section يعني steel tube وجواه خرصانة ده بنستخدمه في حالة multi story building شابتر 6 بنتكلم على اللي هو الديزاين بتاع اللي سلابز والانواع المختلفة بتاعة البلطات ده هنا عندي مبنى اوة دية البلطات اللي عندي ازاي بنتعامل معاها في عملية الديزاين وممكن تبقى البلطات دية بقى انواع مختلفة سواء الهولو بلوك سلاب او الفريمز ده الحديد بتاع الاسلاب اللي عندي اللي ان شاء الله هنتعرض ليه بالتفصيل ازاي بتحسب الحديد والديتيلز بتاعته شابتر 7 بنتكلم على الديفليكشنز اللي موجودة في الستراكشرز على سبيل المثال لو انا عندي كاميرا الكاميرا ديت اندر لود فالمفروض بيحصل فيها ديفليكشنز فالمطلوب ان احنا ازاي نحسب الديفليكشن اندر السيرفيس لود الحاجة التانية انقارن الديفليكشن ده بالقيمة المسموح بيها هل هي اكسبتد ولا مش اكسبتد هذه الكاميرا اللي عندي اهيت الكاميرا دي حصل فيها ديفليكشن فالمطلوب ان احنا نحسب قيمة الديفليكشن ونشوفها في حدود المسموح بيه اكوردنج تو الكود اللي احنا شغالين عليه ده مسالة هو دي سقفة عندي السقف ده تفي ديفليكشن في التو دايريكشنز برضو ما عنديش مشكلة يحصل ديفليكشن ولكن الدفليكشن يبقى في حدود المسموح بيه شابتر ايت بنتكلم على الديتيلينج بتاعة الارسي ميمبرز بمعنى كل الميمبرز اللي احنا اشتغلنا عليها سواء الكولامز او البيمز او الفريمز او السلابز في كل مرحلة كنا بنحسب حديد التسليح فلازم نعرف ايه هي الخطوات الصحيحة لوضع حديد التسليح في كل ميمبر وإيه اللي هتحصل مشاكل على سبيل المثال ممكن يحصل كراكس زي ما هنشوف في كل اجزامبل لو انت حطيت الحديد بتاعك بطريقة خاطئة ممكن يحصل ايه عندك ده المبنى اللي هو احنا قلنا التصميم الكامل بتاعه اتعرضنا لتصميم البلاطة والكولامز والبيم والسلابز عايزين بعد كده في اخر مرحلة كل الاستراكشن الميمبرز دي هتنشوف حديد التسليح بتاعها ازاي بنحطه موسيقى